لم يرتح أهل المدينة من ظلم حتى يقعوا في ظلم آخر فمن ظلم وبطش القذافي إلى ذل وتغول تنظيم الدولة ليصلوا الآن إلى جبروت وبلطجة ميليشيات الكرامة أزمات متتالية يتم افتعالها ضد المواطنين في المدينة وحصار خانق تمنع فيه أبسط مقومات الحياة واقع مرير أجبر المواطنين على قطع عشرات الكيلومترات شرقا وغربا لإدخال المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية والوقود لكن الخارج من درنة لا يعود في أغلب الأحيان إذ أصبحت ميليشيات الكرامة تعتقل مواطني مدينة درنة على الهوية في كل نقاط والحواجز الأمنية فقد تجاوز عدد المختطفين منذ بداية العام الجاري أكثر من عشرين شخصا كان آخرهم القاضي بمحكمة طبرق الابتدائية ناصر الدرسي والذي لا يزال مصيره مجهولا إجراءات مجحفة اتخذتها ميليشيات الكرامة عبر غرفة عمليات عمر المختار كان آخرها تكلف قيادات الأمن الداخلي سابقا في درنة وهم صالح السالمين وبرهيم هاشم برئاسة غرفة أمنية مشتركة بمناطق الطوق ما يطرح تساؤلا جديا حول ما إذا كانت هذه الإجراءة أمنية أم انتقامية